المرض بيتعالج بتهتم فيه وقاية بس فيه مشاكل أصعب واللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس فمثلا موضوع الضلال اليوم كتير فيه تعاليم باسم المسيح ولكنها تعاليم ضلال وكتير اليوم كل المفاهيم أصبحت مغلوطة فمثلا يعني مثل ما بيتكلم النبي إشعياء قديما في إشعياء الأصحاح الخامس والآية عشرين إنه ويلن للقائلين عم بقولوا النهار ليل والليل نهار الظلمة نور والنور ظلمة الحلو مر والمر الحلو وعم بغيروا كل المقيس وكل المعايير بصراحة مراتي كتير عم بتسأل هل العالم أصيب بالجنون عن جد جاوبينوا على هذا السؤال بتحس إنه الناس عم بتقتنع في أمور كتير اللي هي ضد المنطق وضد العقل وضد الريزنينج وعم تتقبل أمور اللي هي ضد أي منطق فعلاً مثل ما بيسميها الكتاب العمى الروحي أو يعني الذهان والبصيرة اتعمت فبدل ما يشوف الحق ابتدى يشوف الضلال ويآمن فيه بدل ما يشوف النور ابتدى يشوف الظلمة بدل ما يأتي إلى الحق عم بيلتج إلى كل الوسائل وإلى كل الأسليم أوليس عجباً أنه أكتر شعب في هذا العالم متهد هم المسيحيون والأغرب أنه متهدين في الغرب وفي الشرق وفي آسيا وفي كل مكان واليوم إذا أنت بتعبر عن إيمانك أو قناعاتك الشخصية عندك إيمانك إيمان الكتابة نحن نؤمن مثلاً أنه الزواج مقدس نحن نؤمن مثلاً أنه الزواج عهد نحن نؤمن أنه الزواج الإلهي والكتابة هو رجل واحد امرأة واحدة ليس نساء كثيرة ولا رجل برجل ولا امرأة بامرأة إلى خيره هذا مفهوم كتابة مع كل هذا منحب كل الناس وهي الناس كلياتها بغض النظر خطاياها الكتير أو الصغيرة وإحنا ما في حد أحسن من حد كلنا في الهوى السوى بالخطية ولكن الله بحبنا مخلوقين على صورة الله الأدبية الروحية الله بحبنا الله بيهتم فينا الله بيرعانا عينه علينا حتى بيهتم تستغرب بأدق التفاصيل حياتنا مرات بتسأل طب ما أنا مش شايف هذا الموضوع هو الله عم بيعمل بيعمل بالخفاء حتى لو أنت مش شايف هل تعلمنا لغة الشكر؟ هل تعلمنا حياة الشكر؟ والقوة بالشكر؟ هل تعلمنا حياة الصلاة؟ أنه ناخد الأمور من خلال الصلاة؟ ولكن المشكلة الكبرى الكتاب المقدس بيتكلم عن آخر الأيام واحدة من العلامات الكبيرة اللي هو الضلال يأتونا باسم المسيح وبكل أنواع الديانات والهرتقات والتعليم حتى من داخل المسيحية عم بينكروا الوحي عم بينكروا لهوت المسيح عم بينكروا الخلاص بالمسيح بدم المسيح عم بينكروا بينكروا كتير أشياء عم بينكروا الخلق الإلهي أو الطريقة الإلهية بحسب سفر التكوين عم بينكروا المعجزات عم بينكروا الميلاد العذراوي عم بينكروا قوة الله حضور الله وعم بيهتموا بكل الأشياء الثانية حتى يرضوا حتى يكون فيه ازدواجية حتى يكون فيه مسايرة مساومة وحتى يكون كلنا بالهوى سوا كل واحد على دينه الله يعينه وكل الطرق بتودّي لروما وكل الأديان بتوصل لأله لكن هل هذا حق؟ الكتاب المقدس علمنا ليس بأحد غيره الخلاص باسم يسوع فإذا بالنسبة إلي الكتاب المقدس حسم وبيفتح البصيرة وبيعطيك المنطق والريزن والإيمان أنه يكون عندك الثقة أنه الله هو سيد الأحداث الله متصلت في ممالك الناس الله له الكلمة الأخيرة الله اللي إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وإذا هذه الكلمات اسمعتها يمكن أثارت تساؤل معين في داخلك شو رأيك تبعت إيميل أو تكتب يعني هيك ولو سطر على صفحتنا على الفيسبوك وبحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر